ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر معربة سموها عن أطيب التهاني والتبريكات على ما ينجز ويتحقق بفضل من الله وفضل من رعاية جلالة الملك المعظم ودعم جلالته اللامحدود لنهضة بلادنا المعاصرة ليبقى هذا العهد زاهرا بالنماء والرخاء كما يطمح له جلالته للوطن الغالي وأهله الكرام وقد بعث حضرة صاحب الجلالة العاهل المعظم حفظه الله ورعا برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أعرب جلالته فيها عن الاعتزاز بتهنئة سموها بمناسبة الاحتفال بذكر التصويت على ميثاق العمل الوطني والذي كان لحظة مضيئة في تاريخ بلدنا العزيز بفضل ما تحقق من إجماع وطني ووحدة الشعب البحريني العزيز وإجماعه على القيام والثوابت الوطنية التي مهدت لسمسيرة الديمقراطية المباركة التي دشنها مشروعنا الإصلاحي الحضاري واستذكر جلالته بهذه المناسبة الوطنية العزيزة بكل الفخر ما تحقق خلال هذه المسيرة من إنجازات كبيرة أسهمت في تقدم مملكة البحرين ونماء شعبها من ذلك ما تحقق للمرأة البحرينية من مكتسبات بوأتها مركز المواطنة الكاملة وفتحت أمامها آفاق المشاركة الوطنية في كافة المجالات مشهيدا جلالته بالدور البناء الذي تطلع به صاحبة السمو على رئيس المجلس الأعلى للمرأة في تطوير منزلة المرأة وإسهاماتها المباركة في التنمية الشاملة سائلنا الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى العزيزة ومملكة البحرين وأشعبها في خير وسؤدد ورخاء بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر